اشتركوا في القناة هذا العنوان انه صار عند التنافس وتسابق للسيطرة على القرن الافريقي وخاصة الصومال وتم تقسيم الصومال طبعا لعدة اقسام ما هي الاقسام التي تم تقسيمها اولا قسم الشمال وقسم جنوب والقسم الاوسط لاحظ طلابي هذا الخريطة القسم الشمالي من الصومال باللون الاحمر وهذا خضع لسيطرة مين مين يا طلابي استاذ فرنسا فرنسا وسمته فرنسا الصومال الخاضع لسيطرتها سمته الصومال الفرنسا لاح طلابي باللون الاصفر وهو الصومال الشمالي كان خاضع تحت انجلترا انجلترا الانجليز وسمته بالصومال الانجليزي اما هذا القسم وهو الصومال الجنوب ايطاليا الايطالي وسمته بالصومال الايطالي ايطاليا فقط لديها هذا القسم متسيطرة على هذا القسم ويريتيا اريتيا اذا لاحظوا هذا القسم كان خاضعا للسيطرة الايطالية لأن هذا هو القرن الافريقي تم تقاسمهم من قبل الدول الاستعمارية فايطاليا حصلت على الصومال الجنوب وعاصمته مقديشو بالاضافة الى اريتريا اما فرنسا فحصلت على جيبوتي حاليا وسمته بالصومال الفرنسي اما القسم الشمالي من الصومال فكان خاضعا لانجليترا او بريطانيا هذه هي مناطق تقاسم الصومال مناطق تقاسم الصومال طلابي هذه الخريطة هذا الصومال الجنوب صومال شمالي صومال فرنسي هذا صومال ايطاليا مع الصومال الجنوب طبعا سارعت او تسابقت الدول الاستعمارية للسيطرة على الصومال لماذا؟ تعليل هام جدا لأهمية موقعه على طريق الهند اذا يتمتع بموقع هام على طريق الهند طريق التجارة الى بالإضافة الى اهمية موقعه بعد ماذا استتاح قناة قناة السويسة وهذا هو مضيق باب المندب هذا هو مضيق باب المندب فالقرن الافريقي يتمتع بموقع هام لذلك سارعت لها الاستعمارية للسيطرة عليه فتم تقسيم مناطق النبوذ على الشكل الآذي منطقة جيبوتي في فرنسا عرفة بالصومال الفرنسا الصومال الشمالي الانجلترة وسمته الصومال الانجليزي الصومال الجنوب الإيطالي وسمته الصومال الإيطالي كما حصلت على إريتريا واضح طلابي نعم يا أهلا نعم يا أهلا نعم نعم حلا سارعت الدولة الاستعمارية لاقتساب الصومال في أواخ التاسعة عشرة لأهمية الموقع هي الاختجار وابتلاح قناتها في عام تسعة وستة نفوذ عاشتي واحد موقع جيمتي لفرنسا عرفة بالصومال الفرنسي الاثنين الصومال الشمالي الانجلترة وسمته الصومال الانجليزي ثلاثة الصومال الجنوب الإيطاليا وسمته الصومال الإيطالي كما حصلت على أرسيوتي الثيوتي نعم إذن حامي جدا مراتخ نفوذ الدول الاستعمارية في الصومال اشتركوا في القناة